كابتن ناصر منوارنا كابتنه ألف مبروك تحياتي كابتنه أيمن وتحياتي لكل مشاهدي قناة نادل أهلي تحياتي الكابتن شريف أبنام كابتن إسامة عرابي كابتن علب رحمن وكابتن بلال ألف مبروك كابتن أيمن ألف مبروك للجمهور نهاردة بصراحة حاجة تفرح نهاردة الجمهور كان ليدور كبير جدا جدا وحاجة جميلة جدا لكابتن عادل نشوف الجمهور الكبير دوت النادي الأهلي في هذه المباراة مبروك للجهاز الفني والإداري مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل تماماً إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يحقق البطولة اللي جاية كابتن شريف ونتمانا نشوف تحكيم في الفترة اللي جاية تحكيم عادل لأن المباراة هتكون مباراة مهمة جداً كابتن أيمن تاكيد هيبقى فيه تاكم تحكيم من شمال أفريقيا في مباراة وهيبقى فيه تاكم تحكيم من أفريقيا يكون في حد من الجزائر في المباراة من المباراة الجاية كابتن أيمان نروح النهاردة للمباراة مهمة جدا جدا واختبارات صعبة للحكم الكيني اللي أدار المباراة وكان عندنا على الفار ماريا ريفيت وكمان كان الحكم الجزائري كابتن شريف أعتقد النهاردة هو ساعتها كتير الجزائري النهاردة حكم بيلعب ملعب كان هو الفار معاها طيب النهاردة الفار كان لي دور كبير جدا كابتن عادل في هذه المباراة ماريا ريفيت كلمنا عنها كتير كابتن أيمان يمكن عندنا مباراتين مبارات الصوبر مبارات الصوبر الأفريقي ومعنا الدوري اللي هو مبارات صوبر صوبر أنا شوف النهاردة أن هي النهاردة أنقذة الحكم في قرار مهم جدا جدا أنا بقول بأمانة لأنه زي ما قلنا أحيانا بتبقى أنت في الملعب كحكم فيه تفاصيل ما بيشوفهاش خلينا نروح لأول حالة وهقول لك النهاردة هي نجحت فيه وكان فيه قرار لو كانت جابة الفار فيه كان هتاخد امتياز النهاردة كابتن عادل حالة تكلم عنها بيتر كماكل حكم الكين هنا ما حدش ياخد باله من النهاردة كابتن شريف أبدا وإحنا قلنا هنا إيه وجود تقنية الفار مهمة جدا مهمة جدا جدا في التفاصيل الصغيرة دي كابتن عادل صعبة كابتن؟ جدا على الحكم وهنا أنا بقول ماريا ريبيت نهاردة أنقصت الحكم قرار صحيح المخالفة موجودة كابتن أيني خلص المخالفة هنا موجودة والإيد موجودة واستفاد منه؟ ولمسة يد واضحة جدا جدا لما راح الفار هو شاف اللعبة اقتنع ورجع احتسب المخالفة قرار صحيح من الحكمة ماريا ريبيت قرار صحيح من الحكم الجزائري اللي هو كان معها بيتر كما كان لما راح هو شاف كابتن عادل رجع واقتنع ولغى الهدف دي كان في ديئة ستين قرار مهم جدا وحاسم في هذه اللعبة الحالة اللي جاية كابتن أيمان وإحنا بنتكلم فيه الضرب الواجه الواجه قلنا كابتن عادل ده منطقة حساسة هنا لما مشوف هذه الحالة في الملعب احنا جايب هنا صور ولكن هنا عندنا إبراهيم أكيتا هنا ارتكب مخالفة الضرب من غير كورة في الواجه الكورة تحت والكوع هنا في الواجه هنا كان يجب كان يجب أنا شايف من وجهة نظري دي بطاقة حمرة مباشرة كان يجب على حكمة الفارد ستعاق الحكم في هذه الحالة دايما بنقول لكابتن أن أيمان هنا عندنا مصدقية في التحليل الفني هذه اللعبة معيارها لابد أن يكون فيها بطاقة حمرة هنا ده بنقول هنا استخدام ده سلوك مش لعب صح ده سلوك فيه فرق بين اللعب كبير أوي اللعب تحت في الأرض ولكن هنا لما أنا أستخدم المرفق أو الكوع في الواجه والواجه ده منطقة حساسة كشفة ما فيش متغطية كان يجب هنا استدعاء الحكم في هذه الحالة أنا شايف أن بريمة كده يستحق البطاقة الحمرة في لعبة علي معلول